شارك نائب وزير الخارجية لشؤون الأفريقية سفير حمدي سندلوسة في الاجتماع الوزري للإتلاف من أجل الساحل الذي انعقد عبر وسائل اتصال المرئية تناول نائب وزير الخارجية الجهود المصرية من خلال الجهات المعنية بالدولة دعما لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل الأفريقي ودوله ومسلطا الضوء على المساهمة المصرية ببعتة الأمم المتحدة في مالي وما يقترن بذلك من تضحيات جليلة للقوات المصرية المشاركة كان أخيرها استشهادت نين وإصابة أربعة من قوات حفظ السلام المصرية هناك مدينا بأقصى العبارات أعمال العنف المرتكبة ضد القوات الأممية